بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم عزيزي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات اللغوية للصف الثاني الثانوي كنا قد بدأنا في درس الماضي حديث عن التدريبات ما يتعلق بالمعاجم طبعا قبل ذلك أتحدثنا عن المعاجم وقبله أيضا عرفنا أن الكتاب ينقسم من قسمين وهذا تذكيرا كيف أن القسم الأول تحدث فيه عن لغة إنسانية بشكل عام وقسم الثاني يكون فيه الحديث عن اللغتي العربية وعرفنا أيضا أن اللغة العربية عرفنا مووطنها وتاريخها ونشآت اللغة ومكانة اللغة في الإسلام ثم عرفنا المذاهب النحوية أو مدارس النحوية ثم تحدثنا عن المعاجم عرفنا أن المعاجم تنقسم من القسمين المعاجم خاصة بالألفاظ ومعاجم خاصة بالموضوعات ثم دخلنا في التدريبات التي تتعلق بالمعاجم وأجبنا عن بعضها في الدرس الماضي اليوم نستكمل هذه التدريبات شاركني في تقديم هذا الدرس في لغتي الإشارة الأستاذ محمد القبيشي نحن في الوحدة الثانية دراسات في اللغة العربية بعنوان دراسات في اللغة العربية الوحدة الثانية في الموضوع الثالث المعاجم العربية وصلنا إلى الموضوع الثالث وهو المعاجم العربية وهذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس تدريبات نستكمل هذه التدريبات وصلنا إلى السؤال الثاني عشر السؤال الثاني عشر ونقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة ونع عبارات تضع صح أمام العبارة صحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة أولا المعجم كتاب يجمع الجملة العربية الصحيحة ما رأيكم؟ صحيحة مخاطئ المعجم كتاب يجمع الجمل العربية الصحيحة جميل هنا خاطئ المعجم ليس كتاب يجمع الجمل العربية وإنما يذكر ألفاظا معاني ألفاظا ويذكر تفسير هذا اللفظ أحسنته أثنان هنا جمعة المعاجم العربية من مصادر نأت بأنفسها عن اللحن جمعة المعاجم العربية من مصادر نأت بأنفسها عن اللحن يعني أنها بتعدث عن اللحن صحيح مخاضر ما رأيكم؟ جمعة المعاجم العربية من مصادر نأت بأنفسها عن اللحن طبعا نأت بأنفسها عن اللحن ما رأيكم صحيح مخاضر جميل هنا صحيح صحيح أنها أتت من مصادر فصيحة ثالثا جمعت مادة المعاجم من كل القبائل العربية ما رأيكم؟ جمعت مادة المعاجم من كل القبائل العربية صحيح مخاطر ممتاز خاطئ لماذا؟ لأنها مجموعة من القبائل المعين التي لم تخالط غيرها أو القبائل التي أرأو أنها لم تخالط أي قبيلة أو لم تخالط أعاجم لذلك يتحدثون باللغة الفصحة ومجموعة من قبائل في قلب الجزيرة رابعا كانت معاجم الألفاظ أسبق ظهورا من معاجم الموضوعات ما رأيكم؟ صحيح مخاطر معاجم الألفاظ كانت أسبق ثم بعد ذلك أتت معاجم الموضوعات أم أن معاجم الموضوعات أتت قبل معاجم الألفاظ ما رأيكم؟ لما تحدثنا عن معاجم وذكرنا أنها تنقسم من قسمين قسم يختص بالألفاظ وقسم يختص بالموضوعات والمعاني هنا يقول كانت معاجم الألفاظ أسبق ظهورا من معاجم الموضوعات صحيح مخاطر؟ جميل أحسنتم هنا صحيح هنا صحيح خامسا من وظائف المعجم الأساسية هي بيان إعراب الكلمات هل وظيفة المعجم أو وظيفة الأساسية بيان إعراب الكلمات؟ وهنا من وظائف يعني وظائف معجم كثيرة له وظائف أساسية وله بعض وظائف الثانوية لكن من وظائف المعجم الأساسية بيان إعراب الكلمات ما رأيكم؟ صحيح وخاطئ؟ جميل هنا خاطر ليس من وظيفة المعجم أن يبين عراب الكلمات أنه ما فقط يبين المعاني سادسا كتاب الخيل للأصمعي يعد من معاجم الموضوعات صحيح وخاطر كتاب الخيل للأصمعي يعد من معاجم الموضوعات جميل هنا صحيح كتاب الخيل للأصمعي يعد من معاجم الموضوعات أمتاز سابعا كتاب العين الخليل يعد من معاجم الموضوعات العين كما عرفنا أنه اتخذ فيه الطريقة الصوتية ثم نظام التقليبات خلي ابن أحمد أول ما اتخذ المدرسة الصوتية وتحدث فيها عن المخارج وكيف معاني الكلمات عن طريق المخرج لكن هل هو يعد من معاجم الموضوعات أم هو من معاجم الألفاظ ما رأيكم كنا صحيحا بخاطر كتاب العين للخليل يعد من معاجم الموضوعات جميل هنا كتاب العين لا يعد من معاجم الموضوعات من معاجم ثنائية اللغة ما نقصد بثنائية اللغة؟ أن يفسر باللغتين إلى لغة ويذكر معنا من لغتين إلى لغة مثلا من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية هل المعاجم ثنائية اللغة تخدم العرب أكثر من غيرهم؟ ما رأيكم؟ عبدين للكلمات العربية نبحث هنا في معاجم الألفاظ إذا كنا نعرف اللفظ ونبحث عن المعنى إذا أردت أن تبحث في معاجم الألفاظ إذا كنت تعرف اللفظ وتبحث عن معنى هل هذا صحيح؟ عن ماذا تبحث في معاجم الألفاظ؟ هل تبحث عن اللفظ؟ أم تبحث عن المعنى؟ جميل هنا نبحث في معاجم الألفاظ إذا كنا نعرف اللفظ ونبحث عن المعنى؟ نعم صحيح نحن نعرف اللفظ لكننا نبحث عن معنى هذا اللفظ لذلك هنا نبحث في معاجم الألفاظ ممتاز العاشر هنا نبحث في معاجم الموضوعات إذا كنا نعرف المعنى ونبحث عن الألفاظ الدالة عليه صحيح مخاطئ نبحث في معاجم الموضوعات وهذا العكس نبحث في معاجم الموضوعات إذا كنا نعرف المعنى ونبحث عن الألفاظ الدالة عليه أنت تعرف المعنى لكن تريد ألفاظ تدل على هذا المعنى مثلاً معنى المطر أو الفاظ المطر ألفاظ الخيل هل هذا صحيح؟ أحسنتم هنا أيضا صحيح هذا صحيح لأنه خاص في معاجم مبعوعة يذكر مثلا كل ما ورد في المطر كل ما ورد في الخيل وكما ككتاب مثلا الخيل للأصمعين الحادي عشر في معاجم الألفاظ إذا وجدنا اللفظ وجدنا معه جميع مشتقاته صحيح بخاطئ إذا أردت أن تبحث في معاجم الألفاظ ووجدت لفظة فتجد مع اللفظة جميع مشتقات التي منها المصدر ومنها الفعل منها الحا 첫 Wilbrand يتعين في معاجم الألفاظ إذا وجمدنا اللفظ وجدنا معه جميع مشتقاته صحيح مخاطئ جميل أحسنتم هنا صحيح أن الألفاظ إذا وجدنا في معاجم الألفاظ إذا وجدت اللفظة تجد مع هذه اللفظة جميع المشتقات فهو يذكر أيضا الفعل و يذكره الفعل المبارئة فظلظة هذه الكلمة ألو الفاعل الماضي وبذلك يذكر مثلا المصدر الثانيعد avete، هنا تحتاج إلى معرفة مخارج الحراف وترتيبها في البحث في المحكم لابن سيدة معجبل المحكم لابن سيدة هل هو الذي يُبحث أو مرتب على المخارج الحروف أم هو مرتب على الألف بائي أعرف أن دي طريق الترتيب هناك بعض المعاتب مترتيب على المخرج و حركة الحرف و بعض المعاتب مترتيب على الترتيب الأفجدي أو الترتيب الحروف الألف بائي هنا تحتاج إلى معرفة مخارج الحروف وترتيبها في البحث في المحكم لابن سيدة صحيحة مخاطئ أن معجم المحكم يبحث في المخارج طبعا معاجم المخارج تبحث في أقصى المخرج أو يبدأ بالمخرج الأبعد ثم الأقرب يعني مخرج من الحلق حتى يصل إلى الشفتين هنا نقول صحيح أن معجم المحكم لابن سيدة يبحث في مخارج الحروف ممتاز الثالث عشر هنا الباب هو الحرف الأخير والفصل هو الحرف الأول في معجم لسان العرب إن أردت أن تبحث في معجم لسان العرب تبحث عن الباب الذي هو الحرف الأخير هو الباب مثل النشأة فالباب هنا باب الهمزة فصل النون ما رأيكم في لسان العرب هل هذا صحيح؟ الباب هو الحرف الأخير والفصل هو الحرف الأول في معجم لسان العرب إن قلت لك ابحث في لسان العرب كيف تبحث هل يبدأ في لسان العرب بالمنظور بالباب الحرف الأخير أم في الحرف الأول وبعنه هو مقسم أيضاً الألف باي جميل أحسنتم صحيح الباب هو الحرف الأخير في معجم لسان العرب إذن نشأ في باب الهمزة تجد هذه الكلمة في فصل النور جميل الرابع عشر هنا الباب وهو الحرف الأخير في معجم أساس البلاغة للزمخشري ما رأيكم؟ الرابع عشر الباب هو الحرف الأخير في معجم أساس البلاغة للزمخشري صحيح مخاطئ؟ جميل هل الباب هو الحرف الأخير؟ معنى هل معجم أساس البلاغة مثله مثل اللسان العرب؟ اللسان العرب هو الباب الحرف الأخير أساس البلاغة؟ أحسنتم هنا خاطئ الباب ليس هو الحرف الأخير في معجم أساس البلاغة بل هو في لسان العرب لاحظ هنا السادس عشر طبعا هنا خامس الرابع عشر وثم السادس عشر طبعا وهذا في نسخة خطأ في نسخة في الكتاب السادس عشر نجد جلسة لاحظ جلسة وسجل أو سجل في موضوع واحد في معاجم التقليبات يعني الجيم واللام والسين وهنا أيضا السين والجيم واللام نجد جلسة أو الجيم واللام والسين والسين والجيم واللام سجل في موضوع واحد في معاجم التقليبات يعني أنه إذا كان المادة واحدة هنا تجدها في نفس الموضع في معاجم التقليبات صحيحاً خاطئ ما رأيكم مثل ركبة و كربة وبكر لاحظ أكثر من كلمة معنا أنها نفس الحروف لكنها تتقدم وتتأخر هذا ما يسمى بالتقليبات تقليبات الكلمة تأتي للحرف الأول يكون الثاني و يكون الثالث وهكذا هنا جلسة و سجل هل نجدها في موضع واحد هل نجدها في موضع واحد في معاجم التقليبات أم لا لكل كلمة موضعاً ما رأيكم جميل أحسنتم هنا صحيح نجد كلمة جلسة و كلمة سجل مثلاً في موضع واحد في معاجم التقليبات كذلك مثلاً ركبا و بكر و كاربا كلها في موضع واحد في معاجم التقليبات الخاصة بتقليبات الكلمة معنى أن الكلمة لها أكثر من شكل تبدأ بحرف الأول ثم الحرف الثانية و الثالث ثم الثالث يكون الأول و هكذا السابع عشر هنا للبحث في المعجم نحتاج إلى معرفة أصل اللفظ بعد حذف زوائده و رد البحذوف منها تذكرون لما تحدثنا عن عن طريقة البحث في المعاجم كيف تبحث؟ عندك كلمة من الكلمات أريد أن أبحث فيها مثلاً استفهم كيف أبحث أنا فيها ألا أبحث عن الكلمة ككل أم أنني أجردها مثلاً من الزيادات و أن أحذف الألف اللام و أن أرد المحذوف كما عرفنا أيضاً في طريقة البحث في المعاجم كيف تبحث في أي معجم من المعاجم ثم بعد ذلك تنظر إلى الطريقة التي تبعها كاتب هذا المعاجم و المؤلف في طريقته هل هو ذكر مثلاً بالحرف الأخير هو الباب ثم الفصل أو ذكر مثلاً من نظام الأصوات أو ذكر دخل في نظام التقريبات فالبحث في المعاجم نحتاج إلى معرفة أصل اللفظ بعد حذف زوائده تعرف أصل اللفظ بعد حذف زوائده و رد المحذوف منه يعني أن يحذف الزائد ثم يرد المحذوف ما رأيك؟ صحيح أم خاطئ؟ جميل أحسنتم هنا صحيح يعني في البحث عادثة في المعجم نحتاج إلى معرفة أصل اللفظ بعد حذف زوائده و رد المحذوف ثامن عشر المعرب لفظ عربي أصيل ما رأيكم؟ صحيح أم خاطئ المعرب هو لفظ عربي أصيل ما تعرف المعرب؟ هما هو المعرب؟ هما الفرق بين المعرب والدخيل؟ هما الفرق بينه وبين المولد؟ كما عرفنا أيضاً في الدروس السابقة في المعرب هل هو لفظ عربي أصيل؟ أحسنتم هو ليس لفظ معرب إذن دخل ليس العربي وإنما دخل في اللغة العربية هو أخذع للقانون العربي لذلك سمي معرباً سمي معرباً إذن المعرب ليس لفظ عربي أصيل التاسع عشر هنا من علامات كون اللفظ معرباً غير عربي ولاحظ هنا إجابة من علامات كون اللفظ معرباً غير عربي يعني يجمع في أصوله بين الجيمي والقاف هذه علامة من علامات أن يكون لفظ غير عربي صحيح مخاطئ؟ هو أن يجمع في أصوله بين الجيمي والقاف صحيح مخاطئ؟ جميل هنا من علامات كون اللفظ معرباً غير عربي يجمع في أصوله بين الجيمي والقاف إذا استمع الجيم والقاف إذن اللفظ ليس عربي هذه علامة من علامات اللفظ غير العربي عشرون هنا الفرق بين المعرب والمولد الفرق بين المعرب والمولد هو أن المعرب نقل العربية قديماً والمولد نقل إليها متأخراً إذن هنا كلا اللفظين غير عربي لكن المعرب دخل العربية وأخضع لي قانون العربي قديماً والمولد حديثاً أو متأخر صحيح مخاطئ؟ أحسنتم هنا صحيح هنا صحيح جميل حادي العشرون هنا النحته هو تجزئة الكلمة العربية صحيح مخاطئ النحته هو تجزئة الكلمة العربية جميل هنا صحيح النحته هو تجزئة الكلمة العربية 22 هنا الترجمة هي نقل المعنى الأجنبي بلفظ عربي ترجمة راديو مذياء نقل المعنى الأجنبي بلفظ عربي صحيح مخاطئ؟ جميل أحسنتم صحيح ترجمة نقل المعنى الأجنبي بلفظ عربي الثالث عشر هنا السؤال الثالث عشر هات ثلاثة 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 أمثلة لكل مما يأتي معجم الألفاظ أمثلة ثلاثة لمعاجم أو أمثلة على معجم الألفاظ نقول مثلا أساس البلاغة ومعجم العين وكذلك لسان عرب معنى أنه يذكر ألفاظا وليس موضوعات إذن معاجم الألفاظ مثل أساس البلاغة والعين ولسان العرب كذلك هنا هات ثلاثة أمثلة على معجم المعاني معجم خاصة بالمعاني تذكر كذلك مثلا الغريب المصنف هنا أيضا معجم المعاني غريب المصنف أيضا المخصص لابن سيدة كذلك خاص بالمعاني وأيضا فقه اللغة وسر العربية أيضا من معاجم المعاني إذن الغريب المصنف المخصص وفقه اللغة كلها داخلها في معاجم المعاني ثلاث أمثلة جميل ثالثا هنا معجم التقليبات نذكر ثلاث أمثلة من معجم التقليبات أو معجم خاص بالتقليبات أو هو المعاجم التي اهتمت بالتقليبات قد تكون من ألفاظ و من الموضوعات جميل المعجم الأول هو معجم العين أيضا هو معجم العين وكذلك معجم المحكم لابن سيدة وأيضا هنا التهذيب هذه معاجب اختصت أو اهتمت بالتقليبات جبيل هنا رابعا معجم اعتمد الترتيب حسب مخارج الحروف أو ثلاثة أمثلة يريد ثلاثة أمثلة طبعا معاجب اعتمد الترتيب حسب المخرج معنى الأصوات لما اعتمد بالترتيب ألف بايو وإنما اعتمد الترتيب بالألفاظ حسب مخارج الحروف بدأ بالأبعاد مخرج يعني مخارج الصوتية هو المعجم اعتمد على المخارج الصوتية هو معجم العين هو معجم العين نعتمد على مخارج الصوتية فبدأ بالأبعاد مخرج فالأقرب مخرج وهكذا كذلك معجم المحكم أيضا والمحكم أيضا تبع العين وأيضا معجم التهذيب معجم التهذيب هذه المعاجب الثلاثة أيضا اعتمدت في ترتيب ألفاظها على المخارج المخارج الصوتية المعين والمحكم وكذلك التهديب هذه معاجر هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين